السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازي استشاري أمراض موادية وجلز هضمي وكبد أتشارب بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الـ AIDS وعن آلام العضلات في الواقع، بعض الشباب يحصل له ظروف معينة ويتعرض لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج وبالتالي هو معرض لفيروس HIV وبالتالي هذا الشاب بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة يمكن أن يمر بآلام في العضلات هذه الآلام في العضلات يمكن أن يكون مصحوبة بطفح جلدي أو يمكن أن يكون مصحوبة بغدد لنفاوية في الرقبة أو يمكن أن يكون هذا الشخص ارتفاع في درجة الحرارة بالنسبة لفيروس HIV، ليس كل الحالات تصاب بهذه الأعراض بعد أسبوعين ثلاثة ثلاثة الحالات فقط، أما الثلاثين الثانيين يمر عليهم هذه المرحلة بدون أي أعراض نهائياً ويقول أنه لا يوجد أي أعراض ومشاكل بالنسبة لوجع العضلات، ممكن أن آلام هذه العضلات تأتي في المرحلة المتأخرة من HIV يعني بعد مناعة هذا الشخص تبتد أن الفيروس يسيطر عليها ويبتد أن هذا الشخص يعاني من الـ AIDS وهي المرحلة الأخيرة من الفيروس HIV ويبتد أن المناعة تنهار أيضاً يحس بآلام ووجع في العضلات بالنسبة لهذا الشخص، أيضاً الفيروس نفسه في حد ذاته يؤدي إلى آلام في العضلات بالإضافة إلى البكتيريا الانتهازية، يمكن أن تؤدي أيضاً آلام في العضلات مثل مايكوبكتيريام إفيام انترسولياري هذا ممكن أن تؤدي آلام شديدة في العضلات وهي نوع من أنواع البكتيريا الانتهازية التي تحدث عن مريض الـ AIDS أيضاً الفيروس المضخم للخلايا عندما يصيب مريض الـ AIDS أيضاً يؤدي إلى آلام في العضلات إذن البكتيريا والفيروسات الانتهازية عندما تأتي في المراحل النهائية لمريض الـ AIDS تصيبه بآلام في العضلات كذلك بعض الأدوية لمريض الـ AIDS أيضاً من ضمن الأعصار الجانبية أنها ممكن تؤدي إلى آلام في العضلات كذلك الفيروس نفسه عندما يصيب المخ ويصيب الأعصاب يمكن أن يؤدي إلى التهاب أعصاب ويؤدي أيضاً للتهابات في العضلات بالنسبة للشخص الذي أصيب بالفعل بمرض الـ AIDS إذن تحدث له آلام في العضلات لنتيجة أسباب مختلفة سواء في المرحلة الأولى التي هي بعد أسبوعين ثلاثة أو في المرحلة النهائية بعد انهيار جهاز المناعة لكن بالنسبة للشاب الذي مارس علاقة جنسية خارج إطار الزواج في الأول يمكن أن يصاب بآلام في العضلات وارتفاع في درجة الحرارة بعد حوالي أسبوع أو عشرة أيام طبعاً هذه ليست أعراض الـ AIDS كما قلت لكم هذا ممكن أن يكون لديه أنفلونزا أو برد لكنه متخيل أنه أصيب بالفعل بفيروس الـ HIV وهذا يسبب له ألأ وتوتر شديد وفي بعض الشباب يخاف بعمل التحليل يخاف بأنه يطلع HIV إيجابي وفي بعض الشباب يحصل له نوع من أنواع الاكتئاب ويترك زوجته وخايف عليها أنها تتعدي ويترك خطبته ويترك دراسته ويترك قريبه حتى والدته ووالده يخاف يسلم عليهم أو يقرب منهم خوفاً أنه يعديهم بالـ AIDS طبعاً لو بعد أسبوع أو بعد أيام جاءت لك أعلام في العضلات هذا ليس معناها أنك أصبت بفيروس الـ AIDS كما قلت لكم فيروس الـ AIDS الأعراض تأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة ويقعد ثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع وهذه تبقى أعراض أولية وأيضاً تأتي آلام العضلات في المراحل النهائية بعد انهيار المقاومة والمناعة من الشخص لكن بعد علاقتك الجنسية، لو أنك أصبت بآلام في العضلات بعد أربع أو خمس أيام، هذا يعني أنك ليس أعراض الـ AIDS مهم جداً أننا نعرف أن الذي يكشف فيروس الـ HIV هو الفحص الدم نقوم بعمل إختبار الأجسام المضادة أو نقوم بعمل إختبار PCR فنكتشف أن هذا الشخص لديه فعلاً HIV إيجابي طبعاً، لن نقلق أو نخاف أو يحصل لنا نوع من أنواع الهلع لا، هذا مرض مثله، مثل أي مرض يأخذ العلاج بتاعه ويختفي الفيروس في الدم، وبالتالي بعد 6 شهر من العلاج في معظم الأحوال وبالتالي هذا الشاب ممكن فيما بعد يتزوج ويعيش حياة طبيعية عادي ويمشي على العلاج ومدى الحياة ويتابع مع الطبيب المعالج لا يوجد أي مشكلة، هذا لا يجعلك متوتر وألقان وننصح خصوصاً الشباب بالنسبة للعلاقات الإنجلسية يجب أن تستخدم الواقع الذكري لأن هذا سيحميك من أخطار العدوى طبعاً، هذا يقلل لنسبة العدوى كثير جداً أساساً لا سنقول أنه سيحميك 100% ولكن سيحميك بنسبة عالية جداً 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 أو يجب أن تكون حريص في هذا الموضوع بالذات مهم جداً أنك تكشف عند الطبيب المختص وتعمل الفحوصات اللازمة، لا تخاف وإذا كان هناك أي مرض جنسي تتعالج ولا تقلق من موضوع وصمة العار الفيديوهات التي نفعلها على أساس أن نحاول بقدر الإمكان نقلل من موضوع وصمة العار ونحاول بقدر الإمكان نبسط موضوع المرض على الشباب لكي لا يحدث نوع من أنواع الاكتئاب وأنك أساساً تنفصل عن المجتمع أرجو أن تكونوا استفدتم من الفيديو أنا سأقوم برقم الواتسف لو هناك أي استفسارات أو حابب تبعث تقارير طبية 02-010-2728-4778 أشكركم جزيلاً شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته